رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى التعديل المقترح من مجلس النواب بشأن الفحص الطبي للمقبلين على زواج من الجنسين والذي يقضي في حال تبين إصابة أحد الطرفين أو كليهما بمرض يقضي بمراجعة طرفي العقد المحكمة المختصة وأن يوقع ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما اللجنة قالت في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته المقبلة أن الهدف الذي يسعى له المشروع بقانون متحقق بالفعل وذلك لوجود تنظيم قانوني قائم ومعمول به بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وأشارت اللجنة إلى أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعيات رعاية مرض السيكلر وغيرها فقد تبين من خلال الإحصائيات الرسمية أنه في العام 2006 كان معدل المصابين الجدد من الموليد هو 3.9% أما في العام 2010 فوصل إلى 0.4% وأوضحت اللجنة أن الآثار التي تترتب على إقرار مشروع القانون تقتصر على إيصال العلم للمصابين بالأمراض الواردة في قرار وزير الصحة وأثرها على حياتهم الزوجية وانتقالها إلى الذرية وأن هذا الأمر متحقق إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون لا يمنح القاضي أي سلطة في رفض إبرام عقد الزواج الأمر الذي يعني أن مشروع القانون لا يضيف جديدا للقانون النافذ أعطي إلى ذلك